السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بالجميع إذن فيديو اليوم سيكون عن تقديم مبسط كيفاش غادي يكون التعليم الحضوري كيف سيكون التعليم الحضوري إذن أول شيء يهمنا خلال الأسبوع المقبل ابتداء من يوم الاثنين 17 تنبير إن شاء الله واستقبال التداميذ والتلميذات في إطار لقاءات التواصل خلال بداية سنة دراسية 2020-2021 إذن سنستهل السنة الدراسية إن شاء الله باستقبال التلميذات والتلاميذ وهذا الاستقبال جد مهم واللي فرداته مذكرة 39-20 اللي غادي نشوفوها واللي فرداته كذلك الدرفية الصحية اللي كتمر منها بلادنا ومجموعة من الدول إذن ما غاديش نطول عليكم شو مباشرة إن شاء الله باش تكون عندنا وحد الرؤية كيفاش غادي نتعاملوا مع الدخول المدرسي في ظل جائحة كوفيد 19 إذن البرمجة والتقديم اللقاء التواصلية داخل القاعات هي اللي غادي تكون يوم الاثنين إن شاء الله وحدداتها وزارة التربية الوطنية في البرمجة التالية كما كتشوفوا إذن بالنسبة للسلك التعليم الابتدائي يخصص نصف يوم لكل مستوى دراسي حسب عدد أقصامه وعدد أساتذاته هادي تلاحظوا أنه بالنسبة للتعليم الابتدائي في 17 تنبير يوم الاثنين إن شاء الله هادي تكون المستوى الأول في الفترة الصباحية أو من بعد هادي تكون المستوى الثاني في الفترة المسائية إذن فقط هادي المستويين هادي يكون تواصل مع التلاميذ ديال مستوى الأول ومستوى الثاني علاش باش نعرفه الطرق والتدابير والإجراءات اللي يخص ياخدها التلاميذ وكذلك خص الأسر ديالهم تكون على علم بهات الإجراءات هادي نحاول خلال هادي الفيديو باستطبال الإجراءات والتدابير اللي ممكن أن نهدار داخل المؤسسات وداخل المؤسسات التعليمية إذن نبقى دائما مع البرمجة كما تلاحظو يوم 8 شتنبر هادي يكون استقبال للمستوى الثالث والمستوى الرابع ابتدائي واليوم الموالي إن شاء الله سيكون استقبال المستوى الخامس والمستوى السادس بالنسبة أدي نركز على المستوى التعليم التانوي سواء التانوي الإعداد أو التانوي التأهيلي بحكم الاشتغال لليه داخل المؤسسات لليه التعليم التانوي الإعداد إذن نسبر البرمجة كما تشوفوها قدامكم كذلك بنسبة الإعدادي سيخصص نصف يوم لكل مستوى دراسي هادي تكون هادي تكون البداية إن شاء الله في اليوم الأول مع مستوى السنة الثالثة إعدادي من التاسعة إلى ثانية عشر صباحا مرهف اليوم الموالي غادي تكون السنة الثانية آآ كذلك نفس التوقيت وفي اليوم الأخير يوم تسعود شتنبير غادي تكون السنة الأولى يعني السابعة حيث أنه غادي تكون السنة الأولى كذلك من تسعود إلى الثانية عشر صباحا هادي اللقاء جد مهم في إطار التواصل مع التلاميذ وكذلك ما بنا نعرفه بتدابير أهم تدابير الإجراءات التي يجبوا اتخاذها دائما كنتكلموا في إطار التعليم الحضوري لأنه ربما كينسيناريوهات أخرى ولكن هنا في خلال هالفيديو هادي نتكلموا دائما على التعليم الحضوري هادي مقاومة أسيلك التعليم التانوي التأهيلي يخصص نصف يوم كذلك لكل مستوى هادي تبدأ إن شاء الله بالتانية باكالوريا يوم سبعاش وتنبير يعني الباك من تسعود إلى الثناش الأولى باكالوريا يوم ثمانية شتنبير نفس توقيت وفي الأخير الجدع المشترك يوم تسعود شتنبير الفين وعشرين من تاسعة إلى الثانية عشر صباحا إذن هاد البرمجات يل هاد اللقاء التواصلية داخل القاعات جاءت نظرا إلى الاستمارة التي تمت عبئتها من طرف أبا وعليا التلاميذ ولم خلالها أكد سيد الوزير لأنه 80% من الأسر المغربية اختارت نسق التعليم الحضوري لأبنائها وبالتالي سنتحدث عن أهم تدابير التي يجب اتخاذها من طرف الأسر والتلاميذ والأطور الإدارية والتربوية قصد تنزيل بروتوكول صحي الخاص بالمؤسسات التعليمية حتى نتمكن من تحقيق دخول مدرسي آمن وصحي ومستدام إن شاء الله إذن من سبال الوطائق المرجعية التي تم اعتمادها من خلال الدخول المدرسي والسنة الدراسية 2020-2021 هناك مذكرة الوزارية كما قلنا وسبق الذكر 39-20 بتاريخ 28 غشت فهذه المذكرة هناك مجموعة من المرفق هناك نتكلم عن المرفق الثالث البرتوكول الصحي المؤسسة التعليمية وكذلك المرفق الرابع الذي يتكلم عن كيفية استقبال المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسة التعليمية والذي سيكون إن شاء الله يوم الاثنين 17 تنبر هذا تشاهد إطار لقاء التواصل خلال بداية السنة الدراسية إذن هذه هي الوطائق المرجعية التي تم اعتمادها وخاصة منك نتكلم عن استقبال المتعلمات والمتعلمين في ظروف آمنة وصحية إذن مباشرة نتكلم عن الإجراءات القبلية الإجراءات القبلية التي كان المفروض أنها تكون هي إجراءات التي تكون قبل أسبوع من هذا اللقاء الذي سيكون يوم الاثنين إن شاء الله ودخلا من بين هذه الإجراءات كما تلاحظوا إخبار أباء أمهات أولية أمور تلاميذ تاريخ سئنا بالدراسة حضوريان تدابير الوقائية المتخذة ضرورة مراقبة درجة حرارة التلاميذ الالتزام بعدم السماح للتلميذ أو تلميذة تظهروا عليه عرض الإصابة بمرض كوفيد-19 بالتوجه إلى المؤسسة التعليمية والاتصال بالرقم 141 لعرض الحالة وطلب الاستشارة كيتكلموا كذلك عن الإجراءات دائما في إطار ظهور أعراض الإصابة بكوفيد-19 وهذا الشيء اللي سنتكلموا عليه إن شاء الله يجب المؤكد بالبيت والاتصال بالرقم 141 مع إخبار رئيس المؤسسة التعليمية سواء تعلق الأمر بالتميذة التلاميذ أو الطاقم الإداري والتربة ونسأل الله السلام والعافية ومدام أنه سيتم التزام بالتدابير الاحترازية إن شاء الله الأمور ستكون على أحسن ما يرام إذن هذه من الجموعة من الإجراءات كما تلاحظوا حتى لا أطيل عليكم ربما يمكن أنكم توقفوا الفيديو وتطالعوا عليها غادي نمشيوا إذن من الإجراءات القبلية غادي نمشيوا إذن للتدابير الاحترازية داخل القسم تدابير الاحترازية وهذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه في التواصل مع الوليدات مع التنميذات والتلاميذ ضرورة يعني أن تكون سلوك يومي وسلوك اللي غادي نعتمده دائما حتى نتمكن من تحقيق الدخول الآمن والدخول الصحي والاستمرارية إن شاء الله إذن أول تدبير هو ارتداء القناع الطبي اللي كيسميوها إذن فترة لا تتجاوز أربع ساعات وكانت الوزراء أكدت فاتشي أنه ابتداء من الخامس إعداد يعني التلاميذ قل من الخامس عفوا الخامس ابتدائي تلاميذ قل من الخامس ابتدائي لا بأس يعني مشير من الفروض أنهم يرتديوا القناع الطبي هذا القناع الطبي اللي كما قلنا كيتغير على مرور أربع كل أربع ساعات أو يتم تعقيمه لكن هذا القناع الطبي يمكن استعماله استعمال متعدد الثاني إجراء أو تدبير هو تنظيف اليدين باستمرار وهذا شيء يجب أن يكون متوفر بمؤسسات من طبيعة الحال وكذلك حتى التلاميذ قبل الانطلاق إن شاء الله إلى الأقسم دياله كيتم تنظيف اليدين باستمرار التدبير الاحترازي الثالث هو تجنب تجمعات داخل وخارج المؤسسة هذين بين التدابير المهمة والتدبير أو التدبير الرابع كذلك الالتزام بالتباعد الجسدي مترين محدد في مترين هنا كنتكلمه في الساحة إلى غير ذلك ولوزراء أكدت على أنه على الأقل متر ما بين كل شخصين يكون واحد المتر مسافة دي المتر اللي غادي نشوفوه إن شاء الله إذن بين التدابير نتقلول التدبير الخامس هو احترام التشوير المؤدي إلى الأقسام إن شاء الله في المؤسسات التعليمية غادي تكون واحد تشوير اللي كي بيه التلاميذ طريقة كيفاش غادي توجه الأقسام ديالهم بلا ما يكون ازدحام بلا ما يكون في احترام تام التباعد الجسدي هالتشوير اللي غادي يكون في المؤسسات من مدخل المؤسسة إلى الأقسام التي سيلجوها التلاميذ والتنميدات تدبير السادس هو تجنب تبادل أدوات المدرسية إذن مع انطلاق إن شاء الله الموسم التراسيم الأفضل ومن الضروري أن كل تلميذ وكل تلميذة يحتفظ بالأدوات المدرسية دياله وكاللاحظه في سنوات قبل من الجائحة أنه كيفاش كان لا بأس أن التلاميذ كيتبادلوا أدوات ديالهم من أجل إنجاز بعض التمارين لكن الآن كتفرض علينا الضرفية أن كل واحد يلتزم بالأدوات المدرسية دياله تدبير المواليه هو تجنب التصافح أثناء السلام هذه كذلك عدم العادات وسلوك من السلوكيات أداء التحية والسلام لا يجعل بالضرورة أن نتصافح إذن كما تقول المودة والاحترام حاضر ولكن بدون تصافح من فضلكم والتدبير الثامن هو استعمال منادي الورقية أثناء السعال وكين تدبير آخر لتكلمت علي الوزراء اللي هو التهوية ديال الأقصى مسألة مهمة كذلك لا بأس أننا نشير لها إذن على بركة الله كانت هذه مجموعة من التدابير الاحترازية اللي إن شاء الله التلاميذ والتلميذات غد يتعرفوا عليها وخصنا لتزموا بها من أجل كما قلنا تحقيق تم درس آمن وصحي ومستدام إن شاء الله انتقلوا إذن هنا التدابير الاحترازية كانت تكلموا على احترام التباعد الجسدي كذلك المذكرة تكلمت على هذه المسألة هذه التدابير الاحترام التباعد الجسدي وكما قلنا أنه على الأقل سنتكلموا على متر احترام مسافة أمان داخل جميع فضاء المؤسسات القاعات ساحات الملعب الرياضية مرافق الصحية على الأقل كل متر كما تلاحظه في الصورة كل تلميذ عنده الحق وهذا شيء قبل ربما يدرس ما يسمى يعني حتى كل واحد شخصيا عنده واحد المسافة لياله وحتى مثلا كما تلاحظه حتى في بعض الأدغال بعض الكائنات أخرى عندها واحد المسافة الأمن لما تبغيش أنه شخص آخر يتطاول على هذا المسافة نحن نطبع الحال هذا شيء في إطار التدابير الاحترام المسافة ضرورة احترام على الأقل متر 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 tenemos نحن نحن نتكلم إذا كيفية تصبع إذا كيفية تباعد الجسد كما تعرفوا أن الأقسام في مؤسسة التعليمية المغرب كانت تعرفه اكتظادا كما كنت تكلمه على ربعين تلميذ داخل القسم اذا في هذا الاطار غادي يكون ان شاء الله طريقة توزيع التلاميذ داخل القسم باعتماد التعليم الحضوري كما كتلاحظون ما غاديش نتكلمه على قسم فيه ربعين تلميذ وبهذا غادي نتكلمه على التفييء او التفويج غادي نتكلمه على الافواج اذا غادي غادي نتكلمه على فوج الف يتكون من نصف تلاميذ القسم وغادي نتكلمه كذلك على فوج با يتكون من النصف الاخر للقسم وهدش من طبيعة الحال على الا يتجاوز مجموعة تلاميذ القاعة الواحدة عشرون تلميذا ضروري ان هالتلاميذ من اجل تحقيق مبدأ التبع الجسدي ضروري اننا اكا اقصى حد يكون عدنا عشرين تلميذ في كل قاعة وهاتش كيب قاعة لحسب الخصوصيات دي لكل مادة وكل قاعة وكل مؤسسة الى غير ذلك اذا تباعد الجسدي في القسم ضرورة مهمة وفي جميع الفضاءات داخل وخارج المؤسسة هادي مبين الاشياء اللي اتكلمنا عليها غادي كذلك عدنا توزيع الحصص الاقصام حسب الاسابيع اذا كيفاش هذا القسم اللي فيه 40 غادي يولي جوج دي الافواج عشرين عشرين او اقل مهم على ابعة تقدير غادي يولي عدنا فوج في عشرين تلميذ اذا كنت كلمو هنا لحصص توزيع حصص حسب الاسابيع يعني الصيغة اللي تكلمنا احنا عليها في المؤسسة دي النا غادي يكون فوج الاف يستفيد من الحصة الاولى خلال الاسبوع وفوج با يستفيد من الحصة الثانية خلال الاسبوع اذا ناخدوا مادة من المواد اللي يبغيتوا سواء اللغة العربية الفرنسية الرياضيات او اي مادة اذا غادي يكون القسم فيه جوج دي الافواج على اساس انه الفوج الاول او فوج الاف سيستفيد من الحصة الاولى خلال الاسبوع وانه الفوج التاني يستفيد من الحصة الثانية هيوقعها تقسم هذا وعلى اساس انه الاسبوع المقبل لكن ما كتلاحظوا الفوج با اللي كان في الحصة التانية غادي يرجاع هو يستفيد من الحصة الاولى وغاية يوقع العكس اذا غاية يكون واحد تغيير في كل اسبوع في كل الحصة اسبوعية الخلاصة التي استفدنا من هذا الشيء هو أنه أو باعتماد هذه الصيغة سيتم تناوب بين الأفواج على الحصص حسب كل أسبوع دراسي وغد يكون باعتماد هذه الصيغة كذلك حضور تلاميذ مرة واحدة في اليوم نتكلم خاصة على التناوي الإعدادي والتأهيلي لأن سمعنا الصيغة السلك الابتدائي أنه يوم الاثنين والثلاثة والأربعة ستكون مخصصة للمستويات معينة ويوم الخميس والجمعة والسبت ستكون مخصصة كذلك للمستويات معينة أخرى إذن قلنا في التعليم التناوي الإعدادي والتأهيلي أن التلاميذ سيأتي مرة واحدة في اليوم لا يمكن أن يأتي مرة واحدة تصبحوا أشياء سيأتي مرة واحدة كذلك تنظن حتى الأطور التربوية سيكون هذا المعطا هذا أنه يكون تفويج ويأتي مرة واحدة في اليوم سيستفيد التلاميذ من مضامين دراسة مقدمة بغلاف زماني 15 اليوم عوض أسبوع إذن ربما هناك تجاوب مع مبدأ التخفيف مع مراعاة الجودة والتقويم وكذلك باعتماد هذه الصغة ستأتي من الاستفادة من تعليم في ظروف آمنة وصحية والشيء اللي ركزنا عليه مسألة مهمة هي ظروف آمنة وصحية دائما إذن نجاعة في التحسيس من أجل الالتزام بالبروتوكول الصحي داخل المجموعة هنا هذي نتكلمه على واحد الاجتهاد اللي ربما يقدر يكون داخل المؤسسة إذن من أجل تحقيق النجاعة النجاعة كنقصد بها أننا ننجحوا في هذا المسألة دي التحسيس والتزام بهذا البروتوكول الصحي لوضعته لوزارة وكذلك وضعته وزارة الصحة إذن لنا كما تكلمنا على فوج آليف إذن يتم تقسيم ديال الأقصام وفوج باء كذلك ومن أجل تحقيق هذه النجاعة في إطار التواصل كاجتهاد داخل مجموعة القسم يمكن في إطار التواصل والتحسيس يمكن اختيار ممثل عن كل فوج سواء من الدكور ممثل عن الدكور وممثل أو ممثل عن الإنات ينخريطه في تنزيل تدابير الوقائية ونقدر نسميه هالتلميذ أو هالتلميذة يعني هذا الممثل هو اللي غادي يتواصل لكن عرفوا بأن الولدات في السن ديالهم ما يسمى بالأقران يعني حتى ذلك التفاوت في السن في إطار التواصل لا مع الأطور الإدارية والترضوية بعض المرات كي صعب ولكن إلا كان واحد تلميذ أو واحد تلميذة اللي غادي نسميه هالاجون ديسونتي غادي يكون التواصل اللي ياله أكثر نجاعة مع التلاميذ وممكن أنه في إطار تحسيس وهذا شيء تكلمت عليه وزارة واللي غادي نحضركم إذن التلميذ عن كل فوج هذا يبقى اجدهاد وممكن أنه يعطي الأكل دياله إن شاء الله باش نحاول تكون الوقاية أفضل إن شاء الله ويكون دخول المدرسي آمن في احترام تعمل البروتوكول الصحي إذن إمكانية اعتماد من صفوف التلميذات والتلاميذ تدخل في إطار تنزيل الخطة الخاصة بالتواصل والتعبئة والتحسيس كما أؤكد كذلك هذه تبقى اجتهاد داخل المؤسسة مجرد اقتراح هذا ممكن اعتماد في صفوف التلاميذ والتلميذات من أجل التحسيس من طبيعة الحال من صفوف التلميذات والتلاميذ وهذه تدخل كما تلاحظون كذلك في الوثيقة اللي كلقوها في المذكرة تسعود وثلاثين على عشرين الخطة الخاصة بالتواصل والتعبئة والتحسيس طبيعة الحال غادي تجند جميع يعني الفئات دي المجتمع من أوصار مجتمع مدني كذلك حتم سلطات سلطات صحية وسلطات تورا بيخص هالجند لهذه المسألة هذي باش ان شاء الله نحققه واحد الاجتهاد جماعي وما تكونش عندنا وحد المجازفة باش يكون توعية تكون توعية اكتر خاص هذي زاجون دو سنتي يعني التلميذات اللي غادي يمثلوا القسم الممثلين ديال الاقسام او المندوبين ديال القسم انهم يستفدون من حقهم يستفدون من تكوينات اذا تنظيم حملات تحسيسية وحصص التوعية ومحاكات ما يمكنش هذي كما كتلاحظوا هنا ان سلطات صحية والاطباء الى غير ذلك ما يمكنش يتواصلوا مع المؤسسة كاملة ولهذا هذي الناس اللي كيمثلوا او هذي التلاميذ اللي كيمثلوا الاصدقاء ديالهم ممكن انهم يستفدوا يعني اذا من حصص التوعية والمحاكات الطبيقية بصيفة منتظمة هذي كانت تكلموا عليك تكلمت عليها الوزارة بصيفة منتظمة وهذي هذا اقتراح من اجل تنزيل هذي النقطة هذي ما تبقاش فقط حبر على ورقين مجرد كلام اذا لفائدة تلميذة التلاميذ مع انطلاق موسم الثراصي حول اجراءات الاحتياطية لازم تقيد بها مع الاخذ بعين الاعتبار الفئة العمرية مستهلافة لانتعملوا مؤسسات على تعبئة اطباء وطلبة من كلية الطب وجمعيات مختصة قصد الاسم في عملية التحسيس المذكور اذا سيكون واحد الاتفاق ما بين المؤسسات وما بين اطباء وما بين طلبة دي الكلية الطب او جمعيات المختصة في هذا المجال انه هذي ارتاقة تكوينات مع التلاميذ من اجل التحسيس والتوعية مخاطر هذا الجائحات وهذا المرض كوفيد 19 اه هذا مجرد اقتراح كما قلنا انه يكون مبتل للقسم وهذا المبتل واللي يتواصل مع الاصدقاء ديالو كيلاحظ كذلك اه خلال بعض الحالات لا قدر الله اه في ادار التواصل مع الادارة اذا اعراض الاصابة كذلك تكلمات عليها الوزارة هناك ارتفاع في درجة الحرارة اه السعال جاف الارهاق صعوبة او ضيق تنفس سيعلن في الان في اعلام في الصدر او اعلام بالرأس فقد انحسة الشم والضوق وكذلك الاسهال هذي كذلك مهيام بالاعراض اللي كانت تكلمت عليها وزارة الصحة واللي جات الان في بروتوكول وزارة ديرا مراجئ لهذه المسائل هذي نسأل الله السلام والعافية تكلمنا في بداية الفيديو على كي امكانية الاتصال بالرقم مية واحدة واربعين واخبار الادارة في اه حالة ظهور بعض الاعراض نسأل الله السلام والحفظ للجميع ان شاء الله اذا وبالتالي تبقى امكانية اعتماد اجوند سنتي هنا كنت تكلمه دائما على تلميذ او تلميذة داخل المجموعة دياله من صفوف تلميذات التلاميذ السلك التانوي من شأنها الاسهام في الاشراك في تدابير المراقبة والرصد والتدخل السريع الى الوزارة تكلمت كذلك في حد البند على تدابير المراقبة والرصد والتدخل السريع واللي بينها سبقوا تكلمنا على اه في حالة اه ظهور بعض الاعراض يعني الاتصال بالرقم مية واحدة واربعين كذلك هناك ارقام اخرى هذه اللاحظة ان هناك الرقم صفر ثمانين مية سبعة وربعين سبعة وربعين كذلك الرقم تلتمية والتصال بالسلطات الصحية الاقرام اذا هذا الواثقة كذلك الا بغيت تطلع على انقاع المعطيات اللي عندها ما عليكم الا انكم توقفوا الفيديو واتطلعوا على المعطيات او النقاط كاملة الخاصة بهذا البروتوكول الصحي المؤسسات التعليمية اه اذا اخيرا وليس اخيرا اذا كذلك يبقى الالتزام الصارم كما قلنا بتدابير الاحترازية ووقائية من اهم السبل لتحقيق ممسن دراسي امن وصحي ومستدام ان شاء الله لا يسعني الا ان اشكركم شكرا جزيلا على حسن تتبعكم نسأل الله لجميع الاخوة المغاربة الاصار والابناء ليالهم وكذلك الجميع المتدخلين ان ان يرفع الله ان هذا البلاء وان يكون ان شاء الله الدخول المدرسي امنا صحيا في ظروف جد صحية وان يجنبنا الله عز وجل ما زالق الكوفيد 19 تحية للجميع تبارك الله عليكم نرجو ان نكون قد استفدنا جميعا لا تنسونا من الدعاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة